ناحية جسان واحدة من النواحي التابعة لمحافظة واسط يعمل سكانها بالزراعة وتربية المواشي كما تحوي الناحية على معالم آثارية يعود تاريخ معظمها إلى العصر الإسلامي والعصر الساساني ومن أبرزها تلة جسان الآثارية لكن آثار الزمان عليها غير شيئا من طابعها وعاداتها العتيقة وربما أبيات بسيطة لأحد سكانها تختزل كثيرا من واقعها اليوم ولقد وقفت على تلال مدينتي فوجدتها مهجورة وتؤلم وجدت فيها السوق ينبو محزنا أما الحوانيت تتهدم هذه مدينية التي كانت بها من عالم وشيخ ومعلم فأصبحت هذا الشكل هذا المشكلة الكبرى لسكان ناحية جسان تتمثل بشح مياه الشرب والسقي رغم تظاهراتهم ومطالباتهم السلطات الحكومية بإنهاء مأساة شح المياه وانقطاعها المستمر الأمر الذي تسبب بهجرة أهلها منها لو تروح أسأل الكوت أحياء كاملة تلقيها منها جسان تروح للنعمانية تلقيها منها جسان تركو أراضي تركو أراضيها لو تستغل ماءات الدونامات لو تستغل لا مو بس تعيشها تعيشها وتعيش ويا مجموعات بس انتركت بسبب شحة المي وهذا السوق جسان هو كان سوق مركز ناحية جسان لأن القرى والأرياف كلها تجي هنا كلها تجي تسوق من هذا السوق فقط هذا السوق موجود السوق جسان الكبير ومثل ما جايش تشوفوا أنتو بالوقت الحاضر هو يعني باقي بس عبارة عن ملامح ملامح السوق مع الأسف يعني وبهذا ينتقد سكان ناحية جسان الإهمال الحكومي لناحيتهم كحال نواحي البلاد التي ادثرها عدم اهتمام الحكومات المتعاقبة عليها بعد عام 2003 ليبقى عزاء السكان الوحيد ذكر ما كانت عليه هذه الناحية من أيام كانت عامرة بالأهل والأرض